السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل تحب أن يسترك الله في الدنيا والآخرة؟ افعل هذا العمل الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل أن نبدأ المرجو دعم هذا الفيديو بالإعجاب لنستمر في نشر هذه النوعية من الفيديوهات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد بارك الله فيكم نبدأ على بركة الله إذا أردت أن يسترك الله فاستر على نفسك أولا فالمسلم عليه أن يستر نفسه فلا يشهر خطاياه أمام الخلق ولا يذكر زلاته أمام الناس ولو كانوا أصدقاءه إلا على وجه السؤال والفتياء دون تحديد أنه الفاعل سيما عند من يعرفه فعن أبي هرينة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافا إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد آل لكم أن تنتهوا عند حدود الله من أصاب من هذه القذورات شيئا فليستر بستر الله ثم على المسلم ستر إخوانه المسلمين فكما يسر المسلم نفسه عليه أن يسر إخوانه المسلمين إذا رأى منهم عيبا أو خطأا قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب الآخرة ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن الوسائل المعينة على اكتساب صفة الستر أن يعلم المسلم فضل الستر وأن من ستر أخاه المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة وأن تستشعر معنى أخوة الإيمان فقد قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضون تداعى له سائل الجسد بالصهر والحمى وأن تضع نفسك مكان أخيك الذي أخطع وزل فهل تحب أن تفضح أم تستر فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وعن عكرم أن بن عباس وعمارا والزبير رضي الله عنهم جميعا أخذوا صارقا فخلوا سبيله فقلت لابن عباس بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله قال لا أم لك أما لو كنت أنت لصرك أن يخلى سبيلك ومن الوسائل المعينة على اكتساب صفة الستر أن ينشغل العبد بإصلاح نفسه قال الحسن البصري يا ابن آدم لن تنال حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك وتبدأ بذلك العيب من نفسك فتصلحه فما تصلح عيبا إلا ترى عيبا آخر فيكون شغلك في خاصة نفسك وقيل لربيع بن خثيم ما نراك تعيب أحدا ولا تذمه فقال ما أنا على نفسي براد فأتفرغ من عيبها إلى غيرها هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم ارحمة واغفر لكل من نشر هذا المقطع إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على رسول الله ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم ترجمة نانسي قنقر